النهاردة زي ما قلت حرك شهدت تحقيقات النيابة مع النائب البرلماني والإعلامي الكابتن أحمد شبير بس للأسف أمام النيابة شهدت بعض الأحداث المؤسفة حصلت بعض المشاهدات والمشاحنات ما بين أنصار الكابتن أحمد شبير وأنصار المستشار مرتضى منصور أصيب خلالها عدد من مصوري القنوات الفضائية الكابتن أحمد شبير وعلى مدار ست ساعات تقريبا أنكر ونفى كل الاتهمات الموجهة إليه من قبل نيابة شمال الجيزة وعددها تحديدا عشر اتهامات منها تهم سب والقذف لمرتضى منصور عبر محادثة هدفية مع هبة غريب الصحفية المتدربة في أحدى الصحف الخاصة وذيعت على موقع اليوتيوب ونشر بيانين على موقع شبير يتضمناني ألفاظا منافية للأداب التزوير في محرارات رسمية شهادة طبية ترجع لعام 1982 تفيد أن مرتضى يعاني من أمراض نفسية وعصبية السب والقذف لمرتضى عن طريق النشر بصحيفتي الأهرام وروزا ليوسف ده بعض التهم العشرة لكن شبير أصر على النفي وتم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته ولسه السلسلة القضائية والتحقيقية مستمرة لكن هي في النهاية اللي حصل بره ده شبير طبعا ومرتضى ما نهمش علاقة به جوة وما أعتقدش أن مرتضى كان موجود النهاردة في الأحداث كابتن شبير بس اللي كان موجود علشان سؤاله في النيابة لكن هي فكرة الأنصار دي يعني في الكنترول بقوله مرتضى كان موجود فأنا مش عارف هل كان موجود وسط أنصاره مش عارف بس في النهاية فكرة الأنصار يعني يعني ده تحقيقات نيابة نروح وناخد سؤالنا والنيابة احنا ناثق فيها جدا وقضاء المصري حين ناثق فيه جدا وكل واحد حاجة تحققه كابتن شبير قال أنا ممتثل للقضاء المصري اللي عايقوله القضاء واللي حتحدده تحقيقات النيابة حقول عليها أمين ومش حفتح بقي والمستشار مرتضى منصور قال أنا جا عايز حقي بالنيابة والقضاء فخلاص إيه فكرة الأنصار دي صنوع مش ماتش كورة يعني هل تفتكر أن وجود مثلا مية لشبير ومتين لمرتضى أو العكس برة هيؤثر على تحقيقات النيابة يخلي مثلا النايب وهو بيحقق مع كابتن شبير أو بيحقق مع مستشار مرتضى خايف من الأنصار برة يفتكوا بيها أو حاجة أو المحكمة حتتتأثر معتقدش الأنصار فكرة ممكن على اليوتيوب والأس إماسز يظهروا حبهم لكلا الترفين لكن فكرة التظاهرات أمام المباني القضائية أنا مش عارف إيراك يا دكتور طبعا أنا حزين جدا أن يعني رمزين من الرموز في الرياضة رمز من الرموز ورمز من القضاء ورموز ويضيعوا مجوداتهم في شيء يستحق أن هما يتكتفوا ولا يتنفروا زي ما حدث الموقف ده ونرجو أن يعني الأمر يعدي بخير وأن هما يشملهم التسامح وأن هذا الموقف لأن الموقف ليس في صالح الاتنين الحقيقة لأنه أثروا حتى على الأجيال اللي جاية بتفقد ثقته في الناس الرموز اللي موجودة ده هي يعني رمز إعلامي بالنسبة للأخ شبير وبالنسبة للمستشار محامي شهير ورئيسنا الزبال السابقة فالناس برضو بيشوفوا الكبار دول بيعملوا ببعض كده طب ما قال إيه الحقيقة وإيه حقيقة الناس دي الأساسية إيه يعني الناس بتخلي الشباب يدعو إلى أنه إيه إحنا عايشين في إيه وهل ده مظبوط أو هل ده مش مظبوط خلي الشباب يحبط لأن ديه بدبقى قدوة بالنسبة لهم أنا شايف إن هم يعني يحصل تسامح ويصلح تراضي بين الطرفين وينتهى هذا الموضوع ويقرسوا جهدهم مع بعضهم أحسن بدل ما يحدث اللي حادث ده وفعلا وجود أنصار من الطرف ده وجود أنصار من الطرف ده إحنا ليس في معركة حربية ضد بعدنا البعض دي مصر كلها ومصريين في قلبه بعض في الآخر إن الكلام ده اللي ما بيتعرض على النت وبيتعرض على الشبكات اللي هي بتتناولها كل أرحاء العالم بيبقى رؤية طيبة برؤية غير طيبة والحقيقة يمكن أن واحد لما بيسافر حتى على البلاد العربية ويرى المواقف الموجودة دي الناس المواصرين حتى اللي نقول إيه اللي حصل في مصر بيستغربوا إيه الموقف إيه هم الناس بتاكل في بعض كده إيه الخلافات اللي ما كناش هلنعرفها قبل كده وبقت موجودة قد كده فنرجو إن احنا الموضوع ما هوش محلي لا الموضوع لو خرج على النت بيبقى موضوع بيبقى فعلا خارج للعالم كله وإنه كل ممكن حد يراه فنرجو إن احنا نرعى بعض ونرعى مصريتنا ووطنيتنا بعضنا مع بعض همسة في أذن كل من الكابتن أحمد شبير والمستشار مرتنى منصور يعني خلاص ما لم لجأتوا منتوا الاتنين للقضاء أنتوا اللي في إيديكم أنتوا تهدوا أنصاركم وتهدوا الموضوع وتسيبوا القضاء يحكم وأعتقد كل واحد فيكم واثق في حقه واثق في أن القضاء حيجيب له حقه فمالوش دعوة بإثارة هذا الضجيج لأن انتوا رمزين احنا شخصيا كأعلمين حتى بنزعى لما نلاقي المواطني في الشرع يقولوا هم ليه بيعملوا كده احنا بنحبوهم وشايفينهم حاجة كبيرة قوي ليه بقى هذا التراشق ما بين بعضهم تعالوا نروح نشوف تقرير بسرعة على اللقطات اللي قدر مصورنا يخدها وسط التراشق والحاجات اللي كان طايرة كابتن شبير رفض يتكلم وقال طالما الموضوع أمام النيابة أنا مش هتكلم مش هعرف فيه تصريحات المستشار المرتضى ولا نشوف التقريب ونرجع تاني بعد رفع الحصانة عنه ولمدة استمرت لأكثر من أربع ساعات من التحقيقات أخلت نيابة شمال الجيزة سبيل كابتن أحمد شبير بضمانه الشخصي بعدما استمعت لأقواله بشأن الاتهامات المنسوبة إليه والتي نفاها شبير كاملة الجديد طبعا هو يتسائل كمتهم فيه ست بلاغات واعتقد فيه ست بلاغات تانين النقم علي النقم العام طلب رفع الحصانة عنه بـ 12 وفيه 18 بلاغ لسه موجودين وفيه 36 بلاغ آخرين السيد الرئيس النيابة عندما طلب منه قال له مطلوب منك التوجه إلى المعمل لأخذ بصمة صوتك ومقارنتها بالشريط سديد فرفض قال له لا أنا مش هروح بالحرفك قال له لا أنا مش هروح على فكرة ما يفتريش عليه هو بقوله من صوته أنا بقوله قدام مصر تاني للمرة المية لو تلع من صوته أنا بلاك كاذب ومزور واعتزل له قدام مصر كلها منعت الكاميرات من الدخول وعقب خروج أحمد شبير ومرتدى منصور سادت حالة من الفوضى ما بين أنصار الترفين ده كلام شفته المنظر المشهد يتحدث الحقيقة يعني ده شغب وضرب وعشوائية وقوات بوليس موجودة للدرجة دي ده حاجة ده أنا حسس أننا يعني كأن في مظاهرات في الشارع وفي ضرباء مش عارف مش عارف ده المصلحة مين وأعتقد أن يعني الاتنين لازم يهدوا أنصارهم وقلوا لهم خلاص الموضوع في إيد القضاء وبلاش الكلام ده وده الشيء الطبيعي شفت الأرقام بتاعت البلاغات اللي قالها مش شوير مرتدى قال لها في 12 دلوقتي و12 بعتاشر وفي 36 لسه في الدرج على بركة الله لسه المشوار وحنا بلقب أن يهدي النفوس مش عارف إزاي حياة مش عارف بالعدد ده وهو كده بيهدي النفوس الزر طيب